اشتركوا في القناة في السينمات وايضا شهرته ونجاحه ايضا انتقل ايضا الى التليفزيون لما قدم خلال العام الماضي عمل من اهم الاعمال التليفزيونية ومسلسل الداعية وايضا محدش قدر ينسى اعماله المهمة المصير وانت عمري والسلم والتعبان والرئيس عمر حرب والسفاح ضيف النهاردة بوضوح هو النجم هاني سلامة لكن ايضا هاني سلامة النهاردة بوضوح مش بس فقط لانه نجم وفنان متميز لكن انه ايضا النهاردة صاحب مبادرة مهمة جدا حيعلنها النهاردة من خلال بوضوحه برحب بيك هاني الله يخليك وسعي جدا وجودك معايا النهاردة الله يخليك خلينا نشوف البروفايل اللي عاده فريق الاعداد عنك وبعد ان نرجع نبدأ حوالنا بملامحه المميزة واسلوبه الساحر وموهباته الكبيرة عرف الفنان الشاب هاني سلامة طريقة نجومية من اوسع ابوابها واحترى النقاط في وصفه وطارة يصفونه بانه ابو عيون جريئة وطارة يراقبونه بجان سينما الشباب درس هاني في الكويت اثناء عمل والده هناك ثم انتقل للقاهرة بعدما التحق بالمعهد الحديث لعلوم الكمبيوتر وكان دخوله الى عالم الشهرة والنجاح بالصدفة فقد تقدم هاني الى شركة مصر للأفلام العالمية وهي الشركة التي يملكها يوسف شهين عندما اعلنت عن طلب وجوه جديدة واجريت له عدة اختبارات امام الكاميرا وتم ترشيحه لفيلم عراء البلح ولكنه لم يشارك فيه فتقدم هاني سلامة بعدها للمخرج الكبير يوسف شهين بالصدفة وطلب هاني ان يمثل ويغني فمنحه شهين فرصة في فيلم المصير الذي كان تميمة حظ له وفتح له ابواب الشهرة والنجومية وتوالت العروض والنصوص الصينمائية على هاني سلامة فقدم فيلم الاخر والعاصفة واصحاب والبزنس ثم اثار جدلا واسعا بفيلمه السلم والتعبان لم يلتفت هاني سلامة للانتقادات وقدم سلسلة من الافلام الرومانسية وابرزها ازاي البنات تحبك حالة حب انت عمري وقدم ادوار الشر في فيلم خيانة مشروعة لكنه عاد ليثير الجدل من جديد في فيلم الريس عمر حرب لم يتوقف هاني سلامة عند هذا الحد بل وادها عاصفة من النقد قبل شهور بسبب مسلسله الداعية ورغم ايجادته في اداء الدور الا ان الهجوم عليه لم يتوقف واذا ذلك لهجوم مماثل حينما بدأ تصوير فيلم الراهب بدعوى ان افلامه الرومانسية لا تتنسب مع قدسية شخصيات الداعية والراهب ومع ذلك يتألق هاني سلامة في كل عمل ودائما ما تكون اعماله في اعلى مراتب التقييم حدرتكم مرة تانية بوضوح مع الفنان الجميل وصديق العزيز هاني سلامة مرحب بيك جدا وسعيد بوجودك معايا سعيد بوجودك معاك واتمنى ان شاء الله تبقى حلقة كويسة بإذن الله ان شاء الله اولا احنا قبل الحلقة على طول انت كنت مهمون جدا والحقيقة الهم اللي كان موجودة عندك انت قدرت تنقلهولي بشكل بسيط مجرد ما اطلعتني على المشكلة اللي بيتقابلك وانا اتصور انها مشكلة كبيرة جدا مش مشكلة زغيرة رغم انها ليست مشكلة شخصية لكنها مشكلة عامة لانك انت صاحب مبادرة انا فجئت النهاردة انك انت بتحكي لي عنها الاول مرة ومبادرة مهمة لانها مبادرة خاصة بالدولة المصرية وبابنائنا المصريين في الخارج وبعدين احبطني لما قلتلي ان كل شيء محلك سر احكيلي بقى قبل ما نتكلم على موضوعات اخرى عايزة اسمع منك بالزبط حكاية المبادرة وكيف بدأت المبادرة تفاصيل المبادرة معوقات المبادرة واصلت لي ايه المبادرة المبادرة دي نشغل عليها تقريبا من حوالي سنتين سنتين وشوية من بعد تحديدا 25 يناير اتفكر ايه ممكن نعمل ايه نقدم ايه كفنانين انا من خلال مهنتي من خلال شغلي انا واجل فنان والفن انت عارف ان الفن في مصري ليه تاريخ وبعا طويل جدا وتريخ الفن المصري في منعطفات البلد دي وقف جنب البلد دي في امك اغلبية منعطفات عياني فى اتفكر يعني ازاي نقدر نفيد البلد او ازاي احنا كفنانين او الفن المصري بشكل عام يقدر يقدم حاجة كويسة او يقدم مبادرة كويسة او يقدم يساعد في النهوض البلد بشكل او باخر يعنى أنا شايف إن إحنا عندنا عمودين أساسيين جدا تتمتع بيهم مصر غير مستغلين على الإطلاق لحد دلوقتي الفن المصري أنا بتكلم بعد تحديدنا 25 ينايرا الفن المصري بقيمته يعني بتاريخه وأبناءنا في الخارج اللي هم تقريبا 8 مليون 10 مليون واحد مركزين من 15 إلى 20 بلد على مستوى العالم أمريكا الشمالية واسطوليا وكندا ونص وغرب وجنوب أوروبا والخليج طبعا طيب بعد 25 يناير على ما أعتقد وأنا سألت في المعلومة دي عشان أبقى دقيق فيها بقى دو سألت في الخارجية يعني له هل يا جماعة أبناءنا في الخارج أول مرة شاركوا في التصويت لجميع المراحل السياسية في البلد بعد 25 يناير دي كان أول مرة في تاريخ البلد فقالوا لي أيوا طيب كويس أول بما أنه أول مرة يشاركوا وكان لو تفتكي كان ساعتها وقتها المجلس العسكري ممكن شوية ما كانش موافق بعد كده هم أصروا والنتيجة هم شاركوا كان فيه خلافة فكرة التصويت خارج مصر بالنسبة للمصريين المخيمين في الخارج تماما وبالإصرار هم وقف وهم صوتوا طيب أنا بقى مليش دعوة اللي صوت يعني لو 8 مليون صوت بقى 200 ألف 100 ألف 400 ألف أنا كل اللي أفهمه إن هنا انت خدت حق فبالنسبة لي إيه كوال عليك واجبات أنا شايف إن الفترة دي إحنا محتاجين كل أبناء البلد دي داخل وخارج البلد إن هما يشاكوا في نهضة البلد بشكل أبو أخي وكل واحد من خلال عمل يعني أكبر مؤسسة أو أكبر أكتر دور ريادي بشكل جدا وواضح للناس كلها وقاين بدوره بشكل قوي جدا دور الإعلامي في التوعية وتوعية الناس وإنه عرف الناس طيب اللي مدايقني إن شايف إن كلنا بنتكلم في السياسة حاجة مدايقاني وحاجة بسطاني بسطني منها إن الشعب فيه توعية الناس بقت فهمة الناس بقت عرفة إن شاء الله حتى بقدر قليل إنما مدايقني إن حالة الكلام كتير جدا وما فيش مقارنة بينها ومن حالة الفعل طيب وبعدين ففكرت فكرة المبادرة دي ورحت بها وزقوة الخارجية كان حتى كمان في العهد أيام محمد موسي وطبعا الموضوع نام هناك يعني الرتم العادي اللي متعودين عليك عيزة أسمع المبادرة منك أولا قولها لي أو أهم الخطوط العريقية هي هي طب خليني أكمل لك بس خطواته بعد كده وبعد كده تواصلت هناك في الخارجية مع سكرتير أول ضياء حماد مدير وحدة البحث والتطوير متحمس جدا شاب في الخارجية متحمس جدا أعدنا نعمل بينستور من كده إزاي نطول في الموضوع وإزاي إزاي نقدر نفيد بجد وإزاي تبقى فعالة فعلا أخذنا مثلا وقت طويل حد ما يوم 27 يناير وأنا هبسيب لك حتى كمان ياريت يوم 27 يناير 2014 معاني وزير الخارجية أشر بشكل رسمي على المبادرة وكلف وافئ عليها وزير الخارجية أشر عليها بشكل رسمي موجود هنا كان موجودة التأشيرات وموجودة وكلف سفيها فاطمة الزهراء ووكيل أوروزات الخارجية بمتابعة تنفيذ متابعة التنفيذ داخل مصر ولا خارج مصر دول الصفارة أنا إلا خلاني أتقدم لزرعات الخارجية يعني في النهاية أنا بتكلم على مبادرة خاصة بأبناءنا في الخارج فالمؤسسة خاصة بإيه بأبناءنا في الخارج وضح لي خاصة بأن أبناءنا في إحنا محتاجين إيه في مصر نتواصل معهم تقصد مثلا لا محتاجين أبناءنا في الخارج يساعدونا بإيه في مصر أنا شايف أن إحنا محتاجين كل المجالات حيث练 لما تيجي بتكلم بحقيقة الأمر بقى إحنا محتاجين كل حاجة يعني حتى إمّا وقعتولهم وقالولي طب إنت محتاج إيه من أبناءنا في الخارج أو قلتولهم لا هو السؤال بقى مصر مش محتاجة إيه يعني انا شايف لمصر محتاجة كل حاجة في جميع المجالات بالمناسبة فالمهم قلت لهم احنا عايزين دلوقتي انا عايز دلوقتي كل يعني من خلال الخارجية لان الخارجية هي المنطب ده وهي اللي بيها لها رجل جوه ورجل بره يعني من خلال سفاراتها وكنسولياتها بره طيب انا دلوقتي لو بيرتكلم في عشرين بلد يا وزاعة الخارجية وده دورك من خلال يعني مستشار الثقافي مستشار الاعلامي هناك مش السفير كمان يعني انك تجمع لي نمازج اهم عشر نمازج وليكن عشر نمازج في كل بلد يعني بتكلم مثلا على اجمالي عشان تستفيد بيهم في مصر طبعا استفيد بيهم هنا يعني انت عاوز تقول لهم ارجعوا ولا عاوز تقول لهم تعالوا ساعدوا انا مش عايز اقول لهم يرجعوا انا عايز اعرف عايز اشوف هما في اديهم يقدموا ايه للبلد فيه اللي ممكن يبقى عايزي يعمل صرح مثلا طبي يوليكم فيه اللي ممكن يقول لك لا انا مقدرش اجي البلد بس اقدر اخصصلك وقت من وقتي مثلا في الاسبوع مثلا كم ساعة اتواصل معاك بالكمبيوتر بقى بالايباد مش عارف ايه انت دلوقتي بتعمل عمليات قلب مفتوح بالفيديو كونفرنس فهو ممكن يبقى هو ممكن يبقى موجود يخصص لوقته ان هو يعمل ده مثلا في مجال الطب أو في مجال الصحة يعني ومجال الطب والصحة مش بالنسبة لي بس دكتور وجهاز يعني دكتور وجهاز وادوية وتمريد يعني حاجات مختلفة كتير يعني قصدك ان هو عنده نوهاو قد يكون مش موجود في مصر فانا استفيد هو اكيد مش موجود في مصر بالنوهاو اللي موجود عندهم برا عشان نخدم بالبلد حتى ممكن يبعث حتى ممكن يعني بقولك حتى لو هو مجاش لان انت في النهاية انا بطرح المبطرة وانا مستني من اللي برا بقى يقول لي ايه اللي يقدر يقدمه يعني انا واحد من الناس استفيدت واعرف ناس برا نفسها تخدم ونفسها تعمل واكيد انت كمان نفسها تعمل حاجات كتير واحنا في مصر او انا شخصيا وحضرتك اكيد عارف مقتنعين ان فيه مئة مجد يعقوب ومئة محفظ الارقاب طبعا ومئة احمد زويل كقيم علمية بس ما خدوش فرصهم وخلي بالك دول لما ظهر لا معروفين برا اي لا بس يعني خلي بالك الاساسة الكبار دول لما ظهروا ونبغوا وكل واحد انا قعدت معاه وسجلت معاه قبل كده بتعرف من قص الكفاحه ان هو لم ينبغ في مصر نبغ كارج مصر لكن الحقيقة كلهم عندهم حب البلد رجع تاني وخدم ودكتور مجد ياؤوبي انا مشروع عظيم ودكتور زويل وهكذا بس انا بقى انت عايز تزود العدد ده انا عايز تزود العدد وعايز اعرف الناس اللي هنا بالقامات الكبيرة اللي برا اللي يمكن يبقوا معروفين في البلد اللي برا وفي نفس الوقت هو جاي يقدم لي مشروع شكله عامل ازاي مع حفظ ان او مع مراعاة ان البلد مش تكلف ولا مليم مش تكلف البلد ولا مليم بس في المقابل البلد لازم تديني تسيلات لازم تديني الناس اللي برا ديها تسيلات لان كان زمان كنت تيجي تتكلم مع الناس اللي برا يجي يقولك البيروكوراتية في مصر وإحنا شعفين نعمل حاجة علشان النظام وتمام وكان في مصر يجي يقولك الناس بتوع برا دول ناس مرفاه ومعاهم فلوس واغنيا وشعف ايه وعايشين برا ولا همهم ولا في دماغهم طب دلوقتي احنا في محك وغير ان احنا في محك انت خدت يالي برا انت خدت حقك رسمي يعني زي ما بيقولوا عن قانون يعني طب عليك واجبات اخد حق التصويت يعشان خليني اخد حق تصويت يعني محدد الموضوع شو حقك التصويت اه يعني حقك كان مفروض ياخده من زمان اخدهش غير مؤخرة تمام بس حق من زمان تمام طبعا حق اكيد حقه هو مصري في النهاية برا جوه هو مصري فاخد الحق تمام في المقابل انا لازم بفيه واجبات انت تقدمها وتحديدا كمان في المنعطف اللي احنا فيه دلوقتي ده التاريخي اللي احنا فيه اللي هو عمره ما حصل في تاريخ البلد دي طيب انا مستاني اشوف الناس اللي برا دي ممكن تقدم ايه وكمان مش شرط بس تبقى مقصورة على القامات الكبيرة انت عندك فيه شباب برا كتير في مقتبل عمره وعندهم مشاريع وعندهم 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 ونفسهم يقدموا حاجة طب انا المفروض اللي انا اعمل الحالة دي بقى وافتح وافتح ده اعلاميا لان كمان احنا احنا المفروض دلوقتي ان كلنا نثبت وكل واحد في المجال ويثبت ان احنا بجد عايزين نخدم البلد دي بشكل او بقى اخل من كلهم خلال مجال الفكرة جويسة جدا انا عايز اعرف يعني التعامل التنفيذي انت قلتلي روحت لسيد وزير خارجية سيد وزير خارجية وافق ادالك تأشيرة وبعدين بعد كده قابلنا بقى طب خليني اطلع فاصل وارجع عشان نكمل فاصل وانا عود مع الفنان هاني سلامة اهلا من محتراتكم مرة تانية في بوضوح معنا الفنان العزيز والصديقة العزيز هاني سلامة وكنا بنتكلم قبل الفاصل على المبادرة بتاعتك القيمة وانا كنت قدمتها الخارجية لكن هناك معوقات فين معوقات احنا بعد تأشيرة سيدة الوزير رحنا قابلنا السفيرة فاطمة الزهراء السفير كلفه بمتابعة تنفيذ المبادرة رحنا فنانين كنت كان فيه انغام وحمائي وتمر حبيب كلكم اتفقنا على الفكرة اه اتفقين عادنا معهم وكلمنا على الفكرة يعني والناس تحمسوا جدا وروحنا عملنا اجتماع في فوضوحات الخارجية وقابلنا السفيرة وابتدينا نتكلم في ان احنا ازاي عايزين نفعل بقى الخطوات تسافروا قابلوا مصرين في الخارج تجتمعوا معا تسافروا قابل مصرين في الخارج لما السفارة تجمع الناس يعني السفارة تجمع الناس او تطرح كل سفارة في كل بلد تطرح الموضوع على ابنانا اللي في الخارج واللي هيبقى متحمس هتروحولو هيجمعوا الناس وهنوحلهم انا دوري كفنان هنا ان انا يعني شوية زي همزة وصل ان انا بروح للراجل اللي بره ده او الست اللي بره فبعرف الناس بيه في المقابل هو بجاي انت بس فارة ببلغي ان هو دي حملة بيقوم بها الفن المصري وده النهوض بالبلد والمشروع وإيه المشاريع اللي انتوا تقدروا تقدموها لنهضة البلد فاطلع اصور معاهم واطلع اسجل معاهم واجعوا الكل ده كفرنج بالإعلام علشان يبقى كلنا مكشوفين يعني فعلا قلنا دلوقتي احنا خصصنا قلنا بدا ما يبقى كل المجالات او كانت وزارة الخارجية كنت قلت قلت ان بلاش نفتح في كل المجالات علشان يمكن ما يبقاش فيه عشان حاجة جديدة بالنسبة لهم فيمكن ما يبقاش فيها كنترول مظبوط فقالت طب ايه المجال اللي احنا محتاجين دلوقتي او على وجه السرعة طوله من وجه نظري مجال الصحة صحتنا في ده يا اكتشولي فنلحق ما تبقى من صحتنا علشان نعرف نكمل طب المجال الصحي عندك بلاد بايونير في مجال الصحة ألمانيا أمريكا ألمانيا أسبانيا إنجلترا فرنسا تمام طب يا جماعة نبعت للناس وهما مشكورة الخارجية فعلا بعتت لسفاراتنا وبالعكس بعت لسفاراتنا في كل مكان في العالم عزيز مش بس في البلاد دي عزيز والمفروض أنه قلتولهم طب يا جماعة إحنا لازم نبعت بما أننا منكلم عن المجال الصحة لازم نبعت لوزارة الصحة عشان لوزارة الصحة نطلب منها زي تقرير كده نعرف إيه الحاجات اللي هم محتاجينها على مستوى على مستوى الجمهورية لأن الحالة في القاهرة غير السكندرية غير الأرياف غير السعيد غير الحدود يعني ده قعدنا فيه بقى لسه بعتين لي الورقة دي النهاردة كلام ده مثلا بقالنا بتاعة ثلاثة عشهور على القصة دي فكرة إيه بقى أنت بتبعت لوزارة الصحة بتستنى يرد ما بيردش وبالتالي أنت ما بتتبعش إحنا مفهوم الفلو أب مفهوم المتابعة عندنا يعني معدوم ودي كاسة ودي مصيبة طب وبعدين اتغير كان وقتها وزارة الصحة لوزارة المعربات واتغير وجي الوزير دكتور عادل العدد دكتور عادل العدد والوزير الجديد طب يا جماعة يعني اتغير وزير الموضوع مات يعني لو وزير خارجي اتغير الموضوع مات أنا على فكرة ما بطلبش حاجة ليا يعني أنا بطلب بطلب إن إزاي إحنا نعرف نستفيد من الناس بتوعنا اللي برا ودول ناسنا بقى المشكلة فين بالزبط النهاردة المشكلة إن زي ما بقولك المشكلة في بطء رهيب يعني سنتين ونص عامل مبادرة طبعا يعني طبعا يعني الإعلام ما يعرفش عنها حاجة يعني نهاردة أنا أتصور أو مرة يعرف عنها في الإعلام لكن على الأقل الجهات المعنية عارفة فسنتين ونص لا وأقولك حاجة أنت كان من قريب من ثلاث أسابيع كان فيه زي مؤتمر كده كان عاملوا نقبل 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 رئيس الاتحاد نقبل وكان فيه وزيرة الأعلام وكان فيه طرحت الموضوع في الأعلى طرحت الموضوع في الأعلى وكان في وجود كل الإعلام وديت حتى كمان الوزير الثقافة ووزيرة الإعلام ديت لهم كمان المبادرة إن حد يهتم إن حد يعني يقول طب يا جماعة طب ليه ما لجلش للقاست الجمهورية لقاست الجمهورية ده كلام عظيم جدا لقاست الجمهورية قابلت بالصدفة في عيد الفن اللي فات أستاذ أحمد المسلماني وانا أستاذ أحمد المسلماني بشوفه مهتم وبقى يعني قبل قبل منصب يعني كنت بشوف تلفزيون كابقى إعلامي مهتم ومتابع فأقولت له والله يا أستاذ أحمد فيه كذا 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 ومع الخارجية كذا فكت عايز أعود مع حضرتك علشان نشوف إزاي نفعل الموضوع ده فقوي قوي وكلمته تاني يوم قالي أنا في اجتماع باكلمته اليوم بعدها أنا في اجتماع وهارج أكلمك ما تكلمش ودي كان بالنسبة لي برضو خبت أمل كبيرة جدا ثم يا سيدي الفاضل بعدها بيومين أتفارق على التلفزيون ألاقي قاعد مع خريجين جامعة كيمفردج طب ما أنا بتكلم في نفس الإطار على فكرة وبال بالعكس يعني أنا ما بجيش يعني حسيت كده بحاجة كده ما حبتهاش ما بسطتنيش اللي هو هو إحنا لسه هنفكر من زاوية اللي هو مبادرة مني الأول ولا أنا اللي طرحتها ولا أنت اللي طرحت يعني هو ده الإحساس اللي وصلني بصراحة أنا كنت متصور وقد لا يكون صحيح الإحساس وقد لا يكون صحيح بس أنا كنت متصور أن طب تعالى نتكلم في المبادرة وبما أنك مهتم بالشأن ده طب تعالى نتكلم في المبادرة وإزاي أنت بقى من موقعك الرسمي دلوقتي تستفيد من الفن المصري أنا ما بقولكش تستفيد منه أنا شخصيا استفيد من الفن المصري بقوته وتأثيره بقوة نعمة اللي هو يعني من البلاد القليلة اللي اتعدى على الصابع في العالم عنده قوة نعمة طب ما تستفيد من الناس دي بلاس إن دي مبادرة متقدمة مع الخارجية والخارجية والريدي اللي هو على المستوى الرسمي بقى الخارجية والريدي ما أشهر على وزيد الخارجية ما أشهر على ده طب انت ليه ما تتبناش مشروع زي ده ويبقى الفن يلعب الدول الأساسي في ده إذن المشكلة النهاردة عشان إحنا النهاردة نتكلم أنا بعتبر النهاردة المشروع بقى إعلاميا معروف من النهاردة أو هذه المبادرة بقت معروفة إعلاميا من النهاردة المطلوب يعني عايزة عزة عملك الطلبات 1 2 3 4 المطلوب تفعيل بدء تفعيل وتنفيذ المبادرة اللي وزير خارجية وافق عليها اللي وزير خارجية وافق عليها واللي اتبعت لوزيرة الاعلام واللي اتبعت لوزيرة الثقافة واللي استاذ احمد المسلماني اللي هو مستشار رئيس الجمهورية المفروض ان هو على علم بالتايتل بتاع المبادرة طب يا جماعة مش انتم بتطلبوا مننا او مش بتطلبوا مننا هو واجب مننا اصلا ان احنا نفكر فهم البلد دي كلنا مصين في النهاية وكلنا يعني عندنا هدف مشترك نهوض بالبلد دي طب وكل واحد مفوضي فقط من خلال عمل ومن خلال مجال انت من الاعلام عامل دورك انا من المفوض من الفن مش بس انا المفوض من الفن عامل دوري على مستوى افلام او مسلسلات فقط ولو اني عملت ده في مسلسل دعاية في مدينة اللي فات يعني كرسالة تنويرية للناس انت اللي عملت الدور ده كنت عامله كرسالة انا اول ما اعمل تلفزيون اول ما اخش عن مسلسل وكنت طول الوقت مش رفض المبدأ بس كنت يعني اللي هو شايف ان عايز لما اطلع اطلع اقدم حاجة يبقى فيها خمس جانب تنوير كده فالدعاية جيت في وقت بالنسبة لي ما اتعرض عليها وقاريته كان بالنسبة لي بعيد خالص حتى الامجي اللي عند الناس امجي بتاع عند الناس اخدتوا من زوية التحدي واخدوا من زوية ان ده دوري بجد في الوقت ده ان انا اقدم مسلسل او موضوع زي ده يبعد برسائل تنويرية للشعب من خلال عملية اهمها كانت يرسايا في تخديرك اهمها الفكرة الاسلام الوسطي اهمها ان احنا في النهاية محدش بتكلم باسم الاسلام يعني يعني انت كنت بتطلع بتلاقي تسعين الف دعاية وكل واحد طلع بيكلم وكأنه هو يعني منزل من فوق ان ربنا هو اللي ولال يكلم باسم دين للشعب في النهاية الموجعية الاساسية باسم الدين هو الازر الشريف لكن هاني ما كانش مقصود شخص معين او دعاية معين لا 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 ما كانش مقصود شخص معين يعني الحقيقة انا فاكر يعني هذا كلام كان في رمضان الماضي حصل ان بعض الناس اشاروا كل واحد قاعد يقولك ده كذا لا ده كذا لا ده كذا وده بحد ذاته فتح مجال لتكهنات لفكرة من هو اكتر من فكرة ما وراء الفكرة او ما وراء الشخص انا اسألك سؤال احنا ما عندناش او قولي عندنا في الجزء الاولاني في المسلسل اول يمكن كام حلقة في المسلسل اللي هو المتشدد اللي هو الشخص المتشدد دعاية المتشدد هل احنا عندنا دعاية متشدد ما بيكفرش اعلاميا بيطلع لين اعلاميا ما بيكفرش وما بيتطولش انا ما شفتش النموذج ده في 30 سنين فاته دول انا ما شفتش نموذج دعاية متشدد اعلاميا بقول بقدر يطلع يكفر اعادة المتشددين اللي كنا بنشوفهم الفترة اللي فاتت يا يكفرك يا يتطول عليك صح المتشدد خليني اكثر وضوحا معاك في النقطة دي تحديدا وانت بتعمل الشخصية انت ممثل بيت اكيد بتحط بزهنك ما شفتش حد اكيد ما شفتش حد يعني ما كانش فيه حد قدامك انا عايزك تقضي علي بس انا عايزك تقضي علي قول لي نموذج واحد في الثلاث سنين الفاته دول من الدعاء المتشددين اللي كنا بنشوفهم ماشي قول لي ايسم كان بيطلع دعاء حتسميهم دعاء يعني اولا حنسميهم من شيخ ما وبرده خلي بالك هو كان بيطلع بصفة ايه كان بيطلع بيصدر ايه مش بيصدر ان هو دعاية اسلامي يطلع قول لي حد متشدد اعلاميا طب انت قول لي مين اللي بيعجبك من الدعاء الان لأ سعوني بقى هقولك بس قول لي حد متشدد اعلاميا ما بيكفاش ما تطولش انت كان كل الناس في الثلاث سنين من اللي اللي فاتوا دول اللي كانوا بيطلعوا في الاعلام ومتشددين لا يكفرك يا اما بيكفرك وذا النبي نفسه بقى اللي هو قول موتنا وانت بقى ما بيكفرش بس ما قدرش انا ما قدرش عام نبص لا انا بتكلم على نموذج يا عام اولا انا مش مطلع على كل ما يبس من من يطلق عليهم يطلق عليهم لكن ما قدرش اقولك انها على العموم لكن هي الفكرة هنا هي فكرة النهاردة الداعية ودوره انت اخترت الدور الصعب والشخصية الصعبة لانها دائما عندنا يعني اشكالة الخلاف بين الداعية والمدعي من هو الداعية وان هو المدعي في تقديرك انت هل الشخصية اللي انت اللي عبتها في المسلسل كنت داعية ام مدعي في اولها كان مدعي يعني في اول جزء فيها كان مدعي وبعد كده بقى داعية بجد ده من وجهة نظري وده كان مقصود في المسلسل حتى النموذج نفسه الأولاني ده كان يطلع وحتى بيتكلم بشكل يعني في زهوة كده وبيتكلم اللي هو يعني في أدوات هو عايف بيتكلم من خلالها وعايف نصبايا يعني يعني بيبيع بيتاجر باسم الدين إنما في النهاية تحوله وبرده ما كنت شايف حد قدامه وانت بتعمل الدور طب دكور مكتل العدل الصديق العزيز اللي كتب المسلسل ساعتها هو بيكتب ما قالكش كان شايف حد نعم بعد كده لما بقى معتدل انت عندك نمازج جتيرة معتدل مين بيعجبك من المدى بحب دكور أسامة الأزهري جدا بشوفه أزهري ويعني بحب الحبيب على الجفري الحبيب على الجفري بحبه جدا بحب أعود اسمع له جدا سماحة ويوصل لقلبك هو أنت في النهاية الدين يعني الدين من وجهة نظري والإسلام عموما يعني إن ربنا أنت بتحبه بقلبك إحنا عرفنا بعقلنا قبس تحبه بقلبك فالدين من قلبك هنا جوا فأنا بحس لما بتفرج على دكور أسامة الأزهري ولا بتفرج على الحبيب بمعنى الجفري بحس إن فيه سماحة فيه نور وصلي قبل ما يتكلم منه وبمنتهى السلاسة وبمنتهى أنا ما حبش الدعاية اللي يطلع يوترني كنت متوقع حجم الهجوم اللي ممكن حيجي لك أو حيوصي طبعا لأن إحنا كمان عملنا المسلسل في عز زمن الإخوان يعني في عز زمن القيادة السياسية وقتها كان هما المسكين البلد وقاط هددنا وقاط دخلنا نصور في جامعة وبعد كده كنا عايزين نصور فيه موضوش يخلونا نصور فيه بعد كده بس في النهاية ما كنتش باسمع يعني ما كنتش باسيب نفس أسمع الحاجات دي وكان كل الناس اللي حوالي يقول لي أنت بداخل بتلعب في عش ده بابير يعني فبس في النهاية أنا عندي قناعاتي أو الداخل مش أنا بس كل عضاء المسلسل كله كل أفواد المسلسل كله من أكبر واحد لأصغر واحد داخلي المسلسل ده علشان بقناعاتهم الذاتية أنه هو عايزين يقدمه مضمون أو معنى أو رسالة معينة بغض النظر بقى هيتكلفهم إيه في النهاية ما حدش هيحصل له حاجة إلا بإرادة ربنا صفحانه وتعالى صحيح؟ بس نطلع فاصل نرجع تاني نواصل حوارنا مع الفنان هاني سلبا يسألونك عن الموسيقى كل هي مزامير الشيطان حرام 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 والكلام تا مش من عندي ده كلام صحيح الدين كما فصره شيخنا الأجلاء رضوان الله عليهم صلوا بينا عن نبي شيخنا وتجرسنا الإمام ابن حنبل قال إيه الغناء ينبتوا النفاقة في القلب لأ وزاد على كده إن اللي يشوف آلة موسيقية يكسرها وقال لك كان فيه مجموعة يتامة ورثوا جاريا بتغني الجاريا دي تتبع وهي بتغني بعشرين ألف دينار ولو ما بتغنيش تتبع بألفين دينار فقال لك لأ تتبع بألفين لأن لو كان الغنى حلال ما كانش ربنا فوت الفلوس دي على اليتامة فاهمين يا إخواننا؟ فاهمين؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما لقيش بقى أخ فاضل يجي يقول إن الستة نانسي بتغني غنى وطني وبتقول إن المصر الله عليه اللهم وفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه فاهمين؟ اللهم وفق المؤمنين والمؤمنات فاهمين؟ والمسلمين والمسلمات فاهمين؟ الأحياء منهم والأموات فاهمين؟ إنك يا رب سميع مجيد الدعوات يا رب العالمين فاهمين؟ اللهم لا تدع لنا زنبا إلا غفرتك فاهمين؟ ولا أما إلا فرشتك ولا مريضا إلا شفيتك ولا ميتا إلا رحمتك اللهم اكفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عننا واختم لنا بخاتمة الإيمان يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقن عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المسلمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأخم الصلاة وارجعت لكم ساداتي ساداتي الصورة اللي انتوا شايفينها دي نزلها شخص عديم المروقة والشهامة انفكر انها تراجع عن حبي اللي أعلنته في صد العالم كله والصوى دي للبنت اللي هجوزها في المسابل إن شاء الله فنانة وعزفة عالميا رفعت اسم بلدها في العالم كله أهم مئة مرة من اللي هجوها وبالمناسبة الصورة دي في حفل عام بتقيموا السفارات في الخارج بعد كل حفل موسيقى وبيحضروا السفير وعضاء السفارة أنا بالمناسبة مش بقول كده عشان أبررش لكن بجد هو طالب واقع وأنا من هنا بقول لها أنا آسف إذا كان حبها بأسر بكل الأن الله عليك يا يوسف أنا بتجي مرفوض كان نفسي يبقى الناس اللي بتتكلم بإسم الدين يبقى عندهم شرف الخصومة لكن للأسف هيجبوا الشرف منين وهو مش موجود ولا في حياتهم ولا في طموصهم من الأساس أنا مش أفتح الموضوع ده تاني وكمان مرة أنا بعتزل الفنان الرائعة وبقول للأخ اللي فاكر نفسه دعاية ده لسه بدري أوهانك أهلا معدقاتكم مرة تانية بوضوح مع الفنان هاني سلامة احنا كنا بنتكلم قبل الفاصل احنا دس موضوع المبادرة يعني حنكمل فيها عشان نشوف النقاط الأخيرة ايه والرسائل المطلوبة تصل إلى مين لكن انت فتحت الحقيقة ملف مهم دور الفنان في التوعية أو دوره اللي خلاك تقبل على فكرة انت انت تعمل تليفزيون وانت كنت رافض فكرة تليفزيون واتكلمت انت عن الدعاية أولا أهلا مناخ الفنية احنا عايشين فيه مناخ صحي يعني نهاردة سمعين ان الرقابة مثلا تتدخل وتمنع أفلام وتوافق على أفلام وتجيز أفلام وتعترض على أفلام بدأنا نستمع إلى ما كان يحدث في زمن بعيد ان الرقابة يحولوا إلى التحقيقات في الرقابة لأن هناك فن يقدم البعض يراه دون المستوى البعض يراه حتى لو كان دون المستوى فلاجب أن تمتدت يد السلطة التنفيذية إليه حال السينما المصرية النهاردة البعض كان بيقول ان في عز ما كنت بتقدم أفلام متمايزة كان فيه أفلام الخفيفة اللطيفة لكن نهاردة الأفلام كلها أو أغلب ما يقدم أفلام اللي هي البلطجة والعري والأغنية اللي هي الأفلام اللي قيل عنها في التمانينات إنها أفلام من أولاد شايف أن المشهد ده إزاي وهل أنت مع الرقابة أن تصل إلى هذا الحد ولا لأ أنا بشوف أن حالة الفن أموما في أي بلد في العالم مرتبطة بحالة البلد نفسها يعني أنت لما تبقى البلد مستقرة ومؤسساتها كلها أيمة ووقفة على حلها طبيعي هتلاقي تلقائيا المؤسسة الفنية ومؤسسة السينمائية أو الثقافة عمور شكلها هتلاقيها بالعكس هتلاقيها بقى في أزهى يعني في أعلى درجاتها والعكس صحيح لما يبقى الفن لما يتبقى البلد متلقبطة وفيها وفيه سوارات وفيه اضطرابات وفيه مشاكل وفيه 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 بالعكس أنت تلاقي الفن أو الانتراتيمنت بشكل عام تحت الأرض فما ينفعش تيجي تطلب مني أن يبقى الفن والثقافة عالين قوي في المقابل كل مؤسسات البلد أو البلد عمور شكل عام وقع أو فيها مشاكل أو أو فكرة بقى الأفلام والأفلام اللي بتتعرض دلوقتي أو أو يعني عندنا أنا مزجين فيلم نوح تم منع عرضه أنا بقى عايزة أتكلم على قصة المنع وعندنا فيلم بتاع هيفاء واهبي تم ساحبه أنا عايزة أتكلم بقى على قصة مهمة جدا حلاوة روح لا قبل حلاوة روح وقبل قصة فيلم نوح برضو إحنا مسلسل زي مسلسل عمر اتعرض مثلا من سنتين من سنتين كان على الـ MBC صحيح؟ مزبوط تمام والأزهر منعه وقتها والسنة اللي بعدها على طول نزل في مصر طب أنا نفسي أعرف سبب المنعي وقتها إيه ما هو أنت لو أنت منعت المسلسل لأسبابك الخاصة سوء اقتنع بها وما اقتنعش يعني لأسبابك الخاصة طب الأزهر منع الرسالة لمدة 20 سنة وبعدين أجازه في عام 2009 طب أنت منعت عمر قابليها بسنة ونزل بعديها بسنة ليه؟ المنطق يعني المنطق لو ما نزلش وقتها يعني أنت مع المنع ولا مع عدم المنع؟ لا أنا مع عدم المنع ذات هنا أنا ببتكلمش هنا أنا مش يعني ما بوريش الرسل لو اعتراضك على أن ما ينفعش قدسية الرسل أنها تبان طب ما هو مسلسل عمر وكانش فيه قدسية يعني الرسول ما كانش بان عيس السلامة إنما في النهاية أنا محتاج أنا كعالم عربي أنا كمصي بقى وكعالم عربي في الوقت ده هو ليه تعامل المسلسل ده في الوقت ده أصلا يعني أنا محتاج أن القيم اللي كانت موجودة في المسلسل القيم اللي هي إحنا ماشيين عليها والمسل والأمثال أنا أظمة عمر ردا على مسلسل الحسين طيب يا سيدي والعمل المسلسل ده ده إنتاج سعودي يعني أمبيسية يعني هما هيبقوا هما هيبقوا مش عزيني لأ ما خدوا فتوى من المفتدي يعني أنا صعب عليها قوي إن المسلسل ده ما يبقاش معجعيته لأظهر لأن المفروض إنه يبقى المرجعاء لأن الأظهر هو المرجعاء السنية في العالم كله أنا دي حاجة مثلا كانت مدايقاني جدا طبعا هو الأظهر ليه جئت نظم من احترمة طبعا 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 من يوم في المية بس أنا اللي عايز أستفصل منه بس اللي خلى بعد كده تسمح يعني إيه الطارق هنا يعني عايز أبقى بس إيه الطارق طيب ده فيما يخص فيلم نوح فيما يخص حلوة روح أنا ما شفتش الفيلم بتاع حلوة روح سماعت جدل للكتير بس أنا أنا مع مفهوم السينما أو مع فكرة السينما غير تلفزيوني التلفزيون بيخش بيتك ببلاش فبتاح التلفزيون بتحول إنما السينما أنا مع فكرة الريتنج اللي هو زي برة زي في أي حتة برة اللي هو تحط مش عايز في فيلم مثلا من أقل من 18 سينما يخش أقل مش عايز في إيه ما يخش بس تطبق قانون بقى جد إنك تخش يعني تعمل رقابة فتخش السينما فتلاقي لو لقيت ناس أقل من السين المفهود عليه الفيلم أنت تقفل السينما دي خالص مزرور أنا مع القانون ده إنما مش مع فكرة المنع تماما إنك تمنعني وكمان هنا سينما أنا مفهودش عليك إنك تنزل تفاجع الفيلم ولما منعت الفيلم حصل إيه النتيجة إيه خمسة ولا سبعة مليون مشاهدة على اليوتيوب إنت لو كنتش مناعته مكانش هيتشاف كل فتعامل مع الحاجات تعامل مع الحاجات بمنطق غلط بقيته يعني ده ما بخص الحاجة أنا مش عايز بس طيب قبل مرجع للمبادرة بتاعتك مش خايف من الراهب لا الراهب توقف أنت صورته أه إحنا صورت منه أسبوع عشر تياما بس هو توقف لأجل غير مسمع يعني ليه بقى لا والله الأسباب كتير مش عايزة تتكلم فيها الوقتي يعني مش حابب أتكلم فيها يعني هل ممكن فيها أسباب دينية برضو رقابية والله هي أسباب مختلفة يعني أسباب إنتجية على إخراجية على فيها شق ديني يعني قيل إن الكنيسة منعت المسلسل أو وقفت المسلسل لا أهم يكنش مسلسلها هو كان فيلم كان فيلم أو اعترض لا ما منعتش ولا حاجة هو كان عندنا شوية مشاكل وكان يعني ستيل عندنا شوية مشاكل في أماكن في الأديورة لأنه الفيلم 90% منه بيصور في دير فكان عندنا مشاكل برضو في خاصة الأديورة برضو يعني مش عايزة تطرق الموضوع ده لأنه هو الموضوع ده دلوقتي هو يعني وقف تماما والله وأعلم إذا كان هيرجع على مشاجعة أصلا فمش عايزة هل الدور جذبك؟ يعني الدور جذبك خلاك تخص الفكرة طبعا جذبك أنا كان نفسي أقدمها بقلي فترة أنا روح تكلمت فيها مع دكتور متحة العدي أنا لقلت له يعني بحلم بالفكرة دي أو في دماغي الفكرة دي إن إحنا نقدم النموذج الرهب بما إني كمان أنا كمصر أول رهب في التاريخ لأن بانتونيوس ده أول رهب في التاريخ أنا اللي علمت كل الطوافل المسيحية كبلد يعني كمصر أنا دي كبلد علمت كل الطوافل دي يعني إيه رهبانة أصلا عندي أقدم دي في العالم فيعني المفروض إن الحاجات دي تبان برضو ما هو أنا صاحب ده أنا مش بداعي ده مش بداعي ده من بره يعني بالعكس يعني ده أنا بتكلم وطلع القيام رحت عادت مع رهبانه رحت عادت مع رهبانه عاشت معهم وعادت وحضرت معهم حاجات يعني عادت معهم حب حلوين يعني وتفاصيل كتير جدا من أول شوية أحبطني إيه يعني حاسس إن طب يا جماعة طب إحنا دلوقتي في وقت مختلف وفي زمن مختلف طب ما تيجي نتكلم وإحنا كبلد مصر دي فيها كم ماتيريال يعني زي ما بنسمى نقول كتير جدا ده البلاد اللي بتبقى بنت مبارح بتعمل لنفسها هالة ما بالك إنت يعني أول حضارة في التاريخ وإنت مهد الأديان وإنت يعني إنت كل حاجة إنت أساس كل حاجة طب ما تيجي تتكلم بقى بازاك في الوقت ده اللي في لخبطة بقى فكرية وعندك وعندك ناس بإسم الدين بتتخدع بشكل أو بآخر يعني ما انت عليك دورة الموقع يعني تنويري بعضو يعني طب ما تتكلم في ده ما توري القيم دي ما توري المعاني دي اللي هو تستفيد نتقول الله هيا دي بقى الناس المفروض نتبعها يعني أنا كان اعتراضي على إن ليه ما تعرضش مسلسل عمر في مصر في أول سنة إن طب ما احنا محتاجين بقى دلوقتي في الوقت ده بالذات العالم العربي اللي هو سواغات الربيع العربي اللي هي قامت لكلها بتتكلم على الإسلام وبعد ذلك اكتشفنا إن الموضوع يعني فيك يعني أو مش حقي يعني طب ما تفرق بقى على القيم النبيلة الحقيقية بقى ما هو ده اللي المفروض ده تاريخنا ده المفروض نتعلم منه وده المفروض نصدره دلوقتي حتى كمان وجهتك لبرة انت عمال كل شوية كمان بتسوق الشكل برة أبكلم على الفترة الفترة بتسوق الشكل الإسلام قيمته عاملة إزاي والإسلام عاملة إزاي بالتصغفات اللي هي طب ما توري ده ما توري الإسلام الحقيقي بقى وانا واحد طبعا أسألك سؤال كم واحد قرى السنة النبوية وكم واحد اتفرج على المسلسل لا بالتأكيد المشاهدة أكتر من القراءة حلوة طب إحنا ليه بقى في الفترة دي ما نبدأش نعمل ده محدش بقى بيقر محدش يقعد بيقر تختلف تتفق مع المسلسل مع الشكلة برضو خلي بالك يعني هما الدعاء يعني لما نتكلم على الدعاء هو النهاردة المادة اللي بيكلم فيها الداعية النهاردة جاية منين جاية من السنة النبوية الشريفة والسلف تمام بيأخذ أمهات الكتب بيقراها بيحفظ الكلام اللي فيها تمام وبيطلع يتكلم باللغة العامية زي ما أنت كنت بتعمل بالزبط أنا مش هقول لك أنت عملت إيه تمام وبيوصل الرسائل اللي هي موجودة تمام في الكتاب السنة النبوية الشريفة وأمهات الكتب والسلف الصالح وغيره من صالحين في فرق أنك أنت تحكيلي تقولي الحكاية بشكل درس واحترمه برضو وبقاعد مبسوط وأنا بتفرج ومقتنع وأنا بتفرج ومسدق وعجبني الأسلوب طبعا تختلف تختلف الأسلوب من واحد لواحد يعني إنما في النهاية أنت لما بتيجي تقدم عمل فني بيوصل لوجدان الناس أسرع طب أنت بالعكس أنا عايزك أنت يا أزهر وعايز الكنيسة تساعدني في هذا أنت شايف أن في وصاية دينية موجودة على الإبداع النهاردة بشكل كبير أكبر من الأول أنا شايف أن في حاجز كده يعني في حاجز كده ما بين أهل الدين وأهل الفن في حالة ألأ ترقب تحس أن مثلا لا الأحسان نقول لهم يعملوا كده بس الأحسان يعملوا كده ويطلعوا الصغة تبقى بايزة يعني تحس أن فيه عدم ثقة كده طب ما تيجي نقعد نتفق إن إحنا نقدم أعمال ويا مقتر الأعمال اللي عندنا أو يا مقتر التاريخنا اللي مليان أعمال ويا مليان نمازج عظيمة جدا إحنا في أحواج حاجة لها دلوقتي وبالذات أنت بتتكلم عشان توصل المعلومة للعامة اللي هو ما بقراش كتاب واللي هو يمكن ما عافش يقرأ أصلا بس هيحس لما يتفرج هيتبسط يعني هتوصل له حاجة داخلية كان رضي فعل الناس كتير جدا مع مستوى اختلافات ثقافاتهم يعني بعد المسلسل كان بالنسبة لي مفاجأة ردود الأفعال طب ما هو إحنا محتاجين الحاجات دي خليني أرجع للمبادرة اللي أنت قدمتها دلوقتي عايز منك رسائل توجيهها لمسؤولين في الدولة لتفعيل هذه المبادرة هتواجه الرسائل لمين وحتقولهم إيه أوجه الرسائل الأولى الأهم لمجلس الوزراء أنا بكلم على مبادرة شاملة عامة يقوم بها الفن مع الخارجية وأبنائنا في الخارج في شتى المجالات شتى المجالات دي الخارجية مش هي اللي هتعمل لوحدها التواصل لازم مجلس الوزراء هو المنوب بتخطب المهندس بريم محلب رئيس الوزراء بالزبط كده إن لازم يبقى لازم يعني يشوف المبادرة يقتنع بها أو ما يقتنعش بها هل طلبت تقابله هل كلمته حاولت 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 أطلب مقابلة أظن أنت إحنا على الهوى دلوقت أو أنت بتطلب مقابلة رئيس الوزراء يريد تقابل معالي يعيس الوزراء علشان أطبح المبادرة لأنه في النهاية إحنا بنتكلم على إزاي يا جماعة ننهض بالبلد دي كل على في مجاله طب أنا بقى أقدم حاجة وتعالوا يتناقش فيها وفي النهاية أنا مراعي جدا ظروف البلد في الوقت ده مراعي أن البلد ما فيهاش فلوس وأنا مش عايز من البلد أنها تدفع فلوس بالمناسبة إنما مثلا عايز لما يجيه حد من بره يعمل زي ما بقول لك مثلا صرح في مصر أدي له أرض بلاش زي ما مثلا المشير السيسي أو القاتل المسلحة عملت كده مع شكة أرابتك مثلا فيأخذ الأرض بلاش فيقوم عامل مشروع كبير جدا والمشروع ده العائد بتاعه على الناس بسعر التكلفة عشان أنت أخذ الأرض بلاش طب تماما هو ده اللي أنا طلبه تسهيلات تسهيلات أنا مش عايز من بلغيرنات تديني تسهيلات وفي المقابل هو اللي يجي ينهض بالبلد مين تاني هل يبعط له لسعيل؟ أتمنى تيجي من وعيس من وعيس الجمهورية يعني يبقى فيه تبني المشروع زي ده وده مشروع أنا من وجهة نظر إنه هو مشروع قومي كمان إنت بتربط وطول الوقت إحنا بنقعد نتكلم في إيه أبناءنا في الخارج أبناءنا في الخارج كل ما تفتح التلفزيون أبناءنا في الخارج طب أبناءنا في الخارج مش هيساعدونا وعايز أبعطه للتنين عايز أبعطه لسات مشير سي سي وعايز أبعطه حمدين صباحي برضو الأستاذ حمدين صباحي وإنت هتنتخب مين فيه؟ أنا هنتخب مين فيه؟ أنا هنتخب سات مشير صراحة بس كده إذن المبادرة إحنا أعلنها النهاردة وهذه المبادرة أنا أتصور إنها مبادرة قيمة المفترض الجهات المعنية تهتم بيها وإحنا يعني هو النهاردة الفنان هنسلامها معاما جموعا من الفنانين أعلنوا النهاردة هذه المبادرة وبقالهم سنتين شغالين عليها أرجو إن السيد المحترم المهنس بريم يحلب رئيس الوزراء يجتمع مع هؤلاء الفنانين ويستمع إلى المبادرة وإذا كان هناك يعني القرارات يجب أن تتخذ تفعيل المبادرة إنها مبادرة لن تعود بالنفع على فنان منهم هتعود بالنفع على البلد مزبوط؟ مزبوط أتمنى بس إن ما تبقاش الأعدادات منفردة فلان يقعد مع فلان طب ما تعملها في شكل ما تعملها في شكل جماعية بشكل عام بشكل كل الناس ولو ده حصل إنا هنبعد كاميرا من عندنا وحتيجي معاك وضغطي لأن إحنا هنتبنى هذا الموضوع من خلال برنامج بوضوح واعتبرنا منبر إعلامي لك في هذه المبادرة المحترمة القيمة وأنا بشوف إن ده دور الفنان لا يقف فقط عند دوره كفنان في التمثيل والأداء المتميز لكن لي دور اجتماعي ووطني أهم بكتير اللهم بلغت اللهم فشل يعني أتمنى بجد أتمنى بجد إحنا مع أي موادرة تخدم مصر الفنان الجميل يا رب يا رب علشان إحنا كلنا والصديق العزيز هاني سلام أنا بشكرك جدا شرفتني بوضوح وأتمنى لك دايما كل التوفيق ونجاح في حاجة في رمضان السناني أو فيش حاجة في رمضان لا فيه كس العالم بقى نوضفه كس العالم بشكرك جدا دي حلقاتنا النهاردة كانت بوضوح مع الفنان المتميز هاني سلام أشكركم جدا جدا السبوع على خير